السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم ايهاب الصرفاندي من قناة ايهاب تيفي كيف حالكم ان شاء الله بخير ان شاء الله مبسوطين. اليوم بدنا نيجي نشوف مع بعض حاجة جديدة. مسجل الشاشة بدنا نعمل عملية التحديث له بالشكل الجديد اللي هيكون على المحسن واللي هيكون على واجهة كمان 13. خلينا نيجي نشوف اول حاجة في عنا جهازين. شايفين الجهازين هدول? هدول الجهازين الشو همه? الريدم تسعة صاح? هاي الريدم تسعة وهاي الريدم تسعة صح? لاحظة انه هان هذا الريدم تسعة وهذا الريدم تسعة. خلينا نجي نشوفو. اتأكد منهم انه بريدم تسعة لاثنين ولا لا. لو اجينا على واحد واحد خلينا نجينا على حول الهاتف. ايش هده الجهاز? ريدم تسعة والتحديثو اتناش فاصل خمسة فاصل واحد. تمام? نشوف التاني. ايو. عندنا هنا. وهي حول الهاتف. وهي ريدم تسعة. نشوف ريدم تسعة. ايش اسمه هدا? بوكو ام تو. هي البيوكو ام توzentو هذه الاصدار الهندي. هاي اصدار اللي هو الهندي. وهذا الريدمي تسعى الاصدار العالمي. هنا الاصدار يعني هذا بيصدر في الهند وهذا بيصدر عندنا هنا في الدول الثانية. فبالتالي هذا اسمه براند بوكو براند ريدمي. تمام? وبفرج في مشغل في مشغل اللي هو التطبيقات. لو اجينا هنا على التطبيقات. هيا هذا مثلا اجينا هنا على التطبيقات. خلنا نشوف الشو المشغل اللي عليه. وبعد التطبيقات ادارة التطبيقات. وهنا نيجي اظهار كل التطبيقات. تمام? ظاهرة. ونكتب هنا مشغل. تمام. مشغل التطبيقات. هذا اللي هو مشغل التطبيقات اللي هو الجهاز الردمي. تمام. نيجي نشوف هنا بالنسبة للجهاز التاني الشو المشغل عشان نورجيك الفرق بين الاتنين. بين الاتنين. فرق بس حاجات بسيطة المشغل. وبفرق حاجات يعني لا تكاد تذكر. هنا اللي هو الراحة التطبيقات. شردت التطبيقات. عزم لاش تبين. تمام. هاي التطبيقات التطبيقات التطبيقات. تمام. ادارة التطبيقات. وهي هنا مشغل او بسموه اللي هو هنا بسموه اللي هو بوكو. تمام. هايو. هذا مشغله ايش? البوكن لانشر. وهذا مشغل التطبيقات هنا يختلف عنه. شايف رمز هذا مشغل التطبيقات? كيف رمزه? مشغل البوكن لانشر. هادة بيستخدمو اللي هي شركة شاوم بتحطه في براند البوكو. وهذا في براند اللي هو الاجهزة التانية اللي هو زي الاجهزة المي والاجهزة اللي هو الريدمي. فبالتالي هادة فرق بينهم. وحاجات تانية ممكن تكون يعني شي بسيط توذكر. يعني فيش فرق بينهم كتير. تمام? خلينا نيجي للفيديو تابعنا ونيجي نشوف ايش بدنا نعمل. بالنسبة لمسجل المسجل الشاشة. ايوه هنا. وين مسجل الشاشة? مسجل الشاشة هنا وضغطنا عليه ضغطة طويلة زي هيك وقلنا معلومات التطبيق. هنا الاصدار اللي هن عندي واحد تسعة سبعة. الاصدار هذا اليوم بدنا نحدثه على اصدار جديد واحد تسعة اربعة عشر. لو اجينا على الاصدار اللي هنا. كمان الاصدار اللي هنا مختلف. هنا عنا واحد واحد تسعة سبعة واحد عنا واحد تسعة تسعة. كل واحد قبل اي ما يعمل اي حاجة لازم يفحص ليه. تمام. بعد ما فحصنا هنيجي الان على تدخل على صندوق الوصف وبتنقر بيحولك مباشرة على الرابط على التليجرام بتنقر هيك بتقول له حفظ في الجهاز. هيو انا حفظه عندي في الجهاز. بعد ما يحفظ في الجهاز بتروح على مدير الملفات. انت حفظته الان في الجهاز. بتروح على مدير الملفات. هتلاقيه موجود هنا هيو. سكرين ريكوردر. تمقر عليه نقرة زي هيك. بيقولك هاتو تريد التسبيت وتقول له تسبيت. هيو الان بديو يسبته. بدل اللي هو القديم هيصير حديث. هيو الان بلش مشغل الشاشة او مسجل الشاشة يشتغل. والان هيكتب هنا فتح. وهنا عملية فتحك. انت الان فتحته. بالشكل الجديد اللي ايش? عملنا عليه فيديو قبلك. لكن هذا تحديث كمان للي عملنا عليه فيديو. وهذا لازم كل واحد يحدثه. وبيظهر معك بالشكل الجديد. وهنا عندك الاعدادات وهنا اكس وهنا بتخش على الستوديو. او عم ندير اللي هو هيو سكرين رو استوديو اللي هو التصوير طبعا. دع مسجل الشاشة. وهذا اللي هو ممكن تعمله الان مباشرة. خلنا نشوف على الجهاز التاني. هاتي الجهاز طبعا اللي هو الريدمي. هايو اصبع عندي اللي هو واحد تسعة اربعطاش اللي هو مسجل الشاشة اتحول الى تحديث. ازا انت بتكشيه او مش عاجبك اعمل الغاءة تسبيت التحديثات. يعني حاجة يعني انت حور فيها. جهاز البوكو هايو بالاصدار واحد تسعة اللي هو اصداره. نشوف اصداره زي ما نشوفه تاني. الاصدار تبعه. نشوفه تاني الاصدار ضغطة طويلة معلومات التطبيق. يقول لها وندير الملفات. وهي الملف سكرر ونعمله زي هيك. ونقول له تثبيت خلي سبته. وهي يتثبت عنا مسجل الشاشة الجديدة. هيك بتعمل تسجيل. هيك بتوقف. هيك بتخش على المعرب. هيك بتعمل اكس. وهيك بتعمل الاعدادات. وهذا مسجل الشاشة الجديد. كل واحد يحطه على جهازه. وهذا اخر التحديث. وصل لهذا المسجل الشاشة اللي هو واحد تسعة اربعطعش. وهذا اخر بتكشيه بتعمل الغاء تكبيز التحديثات. وبرجع على القديم. فانت اللي اجتماع الغاء. هاي امان الغاء مثلا. ها. هاي تمام. هاي رجع الآن. نرجع على معلومات. وهي معلومات واحد تسعة سبعة. رجع على القديم. حطونا لايك للفيديو. اشتراك وفعلوا الجرس يا شباب يا حبايب. ولنتقى في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.